ووفقا لعملية الاستبصار التي يقوم بها الفرد وتتضمن عملية الاستبصار إعادة تنظيم الموقف بحيث يستطيع الفرد إدراك العلاقات القائمة في ذلك الموقف واكتشاف بنيته فالفرد في الموقف المشكل يلجأ إلى تنظيم مدركاته للمنبهات الموجودة فيه والعلاقات القائمة بينها بغية اكتشاف البنية المتأصلة فيه وأن السلوك الذي يتم اكتسابه من عملية الاستبصار في موقف ما يمكن أن يتكرر في المواقف المشابهة لأن ما يتم تعلمه ليس مجرد استجابة نوعية خاصة ولكنه علاقة معرفية تنظيمية بين وسائل وغايات وتعد تجارب كوهلر على القردة من أشهر التجارب التي أجرت على عملية الاستبصار ففي إحدى تجاربه وضع قردة جاعة في قفص وهو أحد شروط التعلم هو استغلال دافع وهنا استغل العالم دافع الجوع لكي يدفع الكائن الحي إلى التعلم وكان القفص مغلقا ومعلقا في سقفه موز بحيث لا يستطيع القردة تناولهم باشرة وكان في القفص أيضا صندوق وعصر اشتركوا في القناة